موسيقى الليلة مع نديم ايران رئيس فخري لمحور المقاومة ومقتل الطواهر يكشف حجم استثمار طهران في تنظيم القاعدة موسيقى برعاية مصرية تم التوصل الى هدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي بعد ثلاثة ايام تقريبا من القتال والقصف المتبادل بس لحظة انت ليه عم بتقول بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي للمعركة كانت بين اسرائيل والجهاد الاسلامي بكشي حبيبي وين عايش انت؟ ابو الصوص هادي قصة اكبر بكتير هذه حرب لا تمثل فقط فصائل المقاومة الفلسطينية وانما تفصل او تمثل محور المقاومة محور القدس على وجه التحديد لم يعود الحديث عن التكامل بين اطراف محور المقاومة مجرد تحليل بل بات واقعا الصراح هو مع محور كامل متكامل محور المقاومة لن يقف مخطوف العيدي زمام المبادرة انتقل الى يد محور المقاومة محور المقاومة يجب ان يتحرق انا متأكد انه سيتحرق محور المقاومة في المنطقة الذي بات يفرط حصارا ناريا يحيط بهذا الاحتلال هل بالامكان ان احنا سنشاهد دخول محور المقاومة ككل في مواجهة واسعة وشاملة مع العدو الاسرائيلي بلا شك مية بالمية معركة بهذا الحجم بين عموم محور المقاومة واسرائيل تجي حضرتك هك بتحط باطار معركة او اشتباك او جولة عنف بين الجهاد الاسلامي واسرائيل حبيبي هادي معركة كل المحور كل المحور المقاومة كان فايد فيها كيف وين بيّن هالشي حتجننني شكلك بعدك اجازة انت اكد قائد حرس ثورة الاسلامية في ايران ان الرد السريع للمقاومة الاسلامية الفلسطينية على الجرائم الصهيونية تدل وبلا شك على ان المقاومة تعيش فصلا جديدا من القوة امي يا ملاكي يا حبي يا الباقي استظهار سوري ابو السوس عنجاد سوري شكلي انا اللي بعدني باجازة ريس ريس المقاومة الفلسطينية اللي حضرتك عم بتحاول تلبسها المعركة لوحدة هي نفس المقاومة رأيها انه جنابك لازم تعمل شي لازم تهز حالك شوي بيان لحركة الجهاد الاسلامي وذراحة المسلح دعت الجهاد الاسلامي كل قوة المقاومة الفلسطينية للوقوف في جبهة واحدة للرد على هذه الجريمة يعني الايرانيين مش بس عم بيمضحوا قدرات الجهاد الاسلامي الفردية والزاتية لا لا الجهاد الاسلامي عم بقولون يا جماعة حبيبيت حطوا ايدكم معنا يا جماعة عزمينكم على المقاومة مما تستحوا يا جماعة البيت بيتكم والمقاومة مقاومتكم فضلوا ولا في حدا الله وكيلك ولا في حدا طيب يا اخي ايران دولة وعندها حسابات معقدة كدولة غير فصائل حماس ما سمعنا صوته قعدوا عجنب قالوا لي كانوا عم بيشتغلوا على خط التفاوض ولا صاروخ من حماس طيب حزب الله شو؟ نحن في حزب الله نتابع ما يجري ساعة بساعة نحن على تواصل دائم مع اخواننا نحن على اتصال نتابع نتواصل نواكب نتابع نتواصل نواكب نتضامن ندقق بس ما في نقاتل فعل نقاتل مش موجود ابدا لم يعود الحديث عن التكامل بين اطراف محور المقاومة مجرد تحليل مية بالمية مية بالمية تكامل بالتواصل والمواكبة والمتابعة بس قتال يوك ما فيه مش وردي لا حماس ولا حزب الله ولا ايران لأ وفوق هيك مش بس ايران مكلفة الجهاد الاسلامي بالدفاع عن غزلة واحدة لا مكلفتها ابعد من هيك اكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء اسماعيل قآني ان المقاومة الفلسطينية تتوجه الضربات الاخيرة للكيان الصهيوني يعني الجهاد الاسلامي وهي تحت القصف والضرب ويدوب قادرة تواجه الهجم الاسرائيلي ما ضل كادر بتجيب الجهاد الاسلامي ما شالو قآني بدوا يها تنهي اسرائيل من الوجود لوحدها وهي تسدد الضرب الاخيرة ابو السوس هي تسدد الضرب الاخيرة بس لحظة هاي دي قصة الضرب الاخيرة انا سمعتها بمطرح تاني لا اكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء اسماعيل قآني ان امن اسرائيل اخذ في التراجع وان حزب الله اللبناني اخطط لتوجيه اخر ضربة للكيان الصهيوني وازالته من الوجود في الوقت المناسب يا حبيبي ما بعدك ايل ان الجهاد الاسلامي هي من ستوجه الضربة الاخيرة هلأ طلع معك ان حزب الله سيوجه الضربة الاخيرة يا جماعة ما بيسوا هيك والله بده تنظيم القصة ما فينا نوصل للضربة الاخيرة لا اسرائيل لحظة الحسم ونفوت ببعض انا لا انا كلفني ايلي لا كلفني ايلي ما بيصير يا خيي ما بيصير انه بالبنالتيز فيه تنظيم اكتر من هيك بالضربة الاخيرة بده تركيز مش هيك فوضى وبالصوص هاي الضربة الاخيرة جاي قريبا يعني انت ما يكن لك فكر تبقي كانت المرحلة التمهيدية كانت الفخ بغزة هذا اللي صار فخ والله الضربة الاخيرة جاي فخ فخ كبير لا اسرائيل كان بغزة حركة الجهاد الاسلامي استطاعت ان تنصب مصيدة قوية جدا استادت فيه الاسرائيليين في قطاع غزة الاسرائيل الان وقع في الفخ بالوال الحالة الاسرائيلية بالوال وقعوا بالفخ بعدين هيك استياد بالغ الدقة لاسرائيل بغزة وهيدي النتيجة ثلاثة واربعين شهيدا منهم خمسة عشر طفلا وستة وأربعة سيدات بالمقابل 97% من صواريخ الجهاد الاسلامي تم اسقاطها قبل ما توصل لاهدافها هيدا عدا عن الفيديوهات اللي شفناها رح نحكي عنا بحلقات جاي باركي الصواريخ اللي طلعت من عن جهاد الاسلامي وقعت بقلب غزة يعني حسين سلامة وقاءاني مكلفين الجهاد الاسلامي لوحده يدافع عن غزة هو مكلف بالدفاع عن غزة وانهاء اسرائيل حماس وحزب الله قاعدين عجنب إعلام إيران يطبل ويزمر لتكامل محور المقاومة أبواق المحور عم تحكي عن فخ اسرائيلي واستياد سهل لإسرائيل أما الضحية فهي مجددا أطفال غزة اللي طالع معه غير حصيلة يخبرنا تصفية زعيم القاعدة أيمن الظواهري أعاد بشكل كبير فتح موضوع العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة أو العلاقة بين الإرهاب السني والإرهاب الشيعي موضوع مهم بيستيها الكلام جد بعد اغتيال أيمن الظواهري رجع بعض الإعلام الأمريكي الليبرالي للأسف يحكي عن السعودية وجريمة 11 سبتمبر وتفجيرات نيويورك وواشنطن عم نحكي عن سنة 2001 رجعوا يحكوا عن العلاقة بين السعودية وبين هذه الجريمة هذا بالحد الأدنى جهل بالحد الأقصى تآمر لأن إذا في شيء أكيد بعد اغتيال الظواهري هو حجم الاستثمار الإيراني بتنظيم القاعدة بحسب مراقبين وخبراء قد يكون سيف العدل الاسم الأبرز لخلافة الظواهري وهو قيادي مصري يقيم في إيران بحسب تقارير الأمم المتحدة له علاقات وطيدة مع الحرس الطوري الذي استضافه عقب فراره من أفغانستان بعد دخول القوات الأمريكية عام 2001 الصيف العدل هو رجل إيران داخل تنظيم القاعدة بقي صيف العدل داخل إيران تحت حماية من وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية يعني لما الوريث المحتمل أو على الأقل أحد الورث المحتملين لزعامة التنظيم مقيم بإيران فهذا مش تفصيل مش مسألة صغيرة يعني مش عم نحكي عن مسؤول سابق عن شخص كان بالقاعدة وبطل عن شخص لعب أدوار صغيرة بالتنظيم وانتهى بالأمر أنه يكون مقيم بإيران لا عم نحكي عن الوريث المحتمل لزعامة القاعدة وين مقيم؟ لا بالسعودية ولا بأبوظبي ولا بمصر مقيم بإيران ومش أول مرة بيحصل حدث أو تطور أمني بيكشف عن حجم الترابط والتنسيق والخدمات المتبادلة بين إيران وتنظيم القاعدة يمكن الأحداث والأخبار بتاكل بعضها بس منكن بيتذكر أنه الرجل الثاني بالقاعدة أبو محمد المصري وين يغتيل؟ يغتيل بقلب طهران صحيفة نيويورك تامز الأمريكية أفادت بمقتل القيادي في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري برصاص عملاء إسرائيليين في أحد شوارع الطهران خلال شهر أغسطس الماضي كشف مسؤول المخابرة الأمريكية أن المصري الذي يعتبر رجل القاعدة الأهم بعد الظواهر كان يعيش بحرية تامة في إيران منذ عام 2003 المصري سكن في منطقة بازداران بطهران وهي ضاحية راقية منذ عام 2015 على الأقل وفي السابع من أغسطس الماضي كان المصري يقود سيارته من طراز رونو الناينتي بيضاء اللون بالقرب من منزله مع ابنته مريم أرملت حمزة نجل أسامة بن لادن حينها اقترب منه مسلحان على دراجة نارية وأطلقوا خمسة طلقات من مسدس مزود بكاتم للصوت الرجل الثاني ومش بس الرجل الثاني نسيب أسامة بن لادن يعني ابنه لأسامة متزوج بنته لأبو محمد المصري داخل هذه التنظيمات مسألة التزاوج مسألة كتير أساسية وكتير بتخضع لحسابات أمنية وسياسية ولعب التوازنات داخل التنظيم ودائما في حرص على تضييق دائرة المصاهرة والقرابة يعني بيتزوجوا من بعض ليه؟ منعا للخروقات الأمنية فلين عم فلين وفلين خال فلين وفلين بي فلين فيه ترابط بيمنع الخرق أو على الأقل بيحد من الخرق طيب الرجل الثاني للقاعدة قاعد بإيران ابن أسامة بن لادن كان قاعد بإيران عدد لا يستهان به من قادة القاعدة قاعدين بإيران الزعيم المستقبلي المحتمل أو أحد المرشحين الرئيسيين قاعد بإيران بيطلع حدا بيحكيك عن دول الخليج وعن السعودية ورعايتها للإرهاب والتنظيم القاعدة طبعا لما عم بيحكي عن هالمستوى من العلاقات بين إيران وتنظيم القاعدة هذه ما بتبقى بس هيك أنه تزوجنا وما تزوجنا ونمتوا عنا ونمنع عندكم لا أبدا أنه القياد الفلاني ساكني عنا والقياد الفلاني لا 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 أبدا هذه علاقات بينتج عنا نتائج سياسية ونتائج عملية كنز معلوماتي كشف عنه مركز الاستخبارات المركزي الأمريكي حيث أزاح الستار عن أكثر من 470 ألف وثيقة ضبطت في منزل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان أكدت في مجملها على العلاقة الوطيدة بين القاعدة وإيران بن لادن وفي رسالة نشرت في وقت سابق وصف إيران بالشريان الرئيسي للأموال والموظفين والاتصالات لتنظيم القاعدة محذرا أتبعه من التعرض لها أو تهديدها هذا اللي عم بيحكي عنه يعني إيران وصلت لمرحلة التنسيق العملي والميداني مع تنظيم القاعدة سلاح وأموال ومقاتلين هذه مش أنه في دولة استفادت من ظرف معين هذه شبه شراكة معلنة بين إيران وتنظيم القاعدة شركة هون خليني نضيف شيء العلاقة بين إيران والقاعدة ما بلشت بعد 2001 أنه مش في ظرف خلق وفي أمريكا إجت وحتلت أفغانستان لا تقرير لجنة التحقيق الأمريكية بأحداث 11 سبتمبر وهي واحدة من أكبر اللجان اللي عملت بتاريخ أمريكا قضاة ومحققين أدى متعرض مفصل للعلاقات بين الطرفين من التسعينات بيقول التقرير بمطلع التسعينات تدرب عناصر القاعدة بإشراف المخابرات الإيرانية بمعسكرات تابعة لإيران إنما موجودة بالبقاع اللبناني بالتسعينات بعد بمنتصف التسعينات لما القاعدة انتقلت من السودان لأفغانستان كانت القيادي مقيمة عند حسن الترابي نقلوا على أفغانستان إيران هي التي سهلت انتقال المقاتلين إلى أفغانستان هذا بحسب التقرير مش أنا عم بقول تقرير وبيقول التقرير الأمريكي اللي هو تقرير التحقيق بجريمة 11 أيلول أنه إيران قدمت تدريبات لمقاتلين من القاعدة وأن بعض هؤلاء اللي دربتهم إيران شاركوا بجريمة 11 سبتمبر شو عملوا؟ شاركوا بجريمة 11 سبتمبر مين دربهم؟ إيران بعضهم على الأقل طيب بعد كل هذه الشواهد عن العلاقة القوية بين إيران وبين القاعدة أي كلام عن تحميل أي حكومة عربية مسئولية الإرهاب وتبرئة إيران بزيت الوقت هو عبارة عن تحالف غير مباشر مع هذا الإرهاب ومع هذه القاعدة ومع متفرعاتها من أمثال أسامة بن لادن وأيمن الظواهري والبغدادي وغير البغدادي نهاية الحلقة تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر